الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت النهاردة بإغلاق جزئي لمحور 26 يوليو في الاتجاهين واللي هيستمر لمدة يومين وده بسبب أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالمحور لرفع كفاءة الكبري وتسهيل حركة المرور بسط انتشار خدمات تسهيل حركة السيارات طبعا أعمال الصيانة هتستلزم إغلاق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من كبري 15 مايو والمؤدي لمدينة 6 أكتوبر والاتجاه العكسي لمدة يومين حتى الساعة الخامسة من صباح الأحد المقبل وده وسط تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية